بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف والله الواحد يبدأ منين ولا يقول ايه ولكن مبارح كنت بقول لحضراتكم بكرة يحصل ايه في مجلس الامن مبارح يعني يا كإني انا قاعد في مجلس الامن قلتلكوا بكرة امريكا بكرة هتستخدم حق النقد الفيتو مبارح كلام ده زي دلوقتي وحصل من ساعتين افشلوا مشروع القرار العربي اللي اذا تقدمت به الجزائر احنا طلبين ايه وقف اطلاق النار دايما نقول لك ايه عندنا مسألة لطيفة ايه في مصر جدا اللي متغطي بامريكا عريان كده ايوة اللي متغطي بامريكا عريان ما تعاولش على امريكا كتير ابدا ولا تدي ثقة ان امريكا ممكن تحل حاجة ابدا احنا الحكاية كلها تاريخيا بتقول كده ما كنتش مبارح بنجم ابدا كنت تعارف امريكا هتعمل ايه بسابق خبراتنا مع امريكا وتعامل امريكا في هذا ملف امريكا معنا القرار ايه الفيتو بتاعها النهاردة زي ما قلت امبارح هتكرر تاني النهاردة امريكا بتمنح جيش الاحتلال قدوه الاخضر يستمر في قتل الشعب الفلسطيني رقم واحد رقم اتنين امريكا تمنح جيش الاحتلال انه يضغط على الشعب الفلسطيني في رفح عشان يجو مصر ومش هيحصل والله 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 لن يحدث ده مخاطط امريكا مش اسرائيلي امريكا لو عايزة ما قلت النهاردة تقول لي وانا ضد التهجير وانا مع الموقف المصري طب ما انت مع الموقف المصري بتخلي ليه جيش الاحتلال يفضل يقتل في الشعب الفلسطيني طب ما كنت النهاردة وبقالنا اربع شهور مئة سبعة وثلاثين يوم توقف وتقول خلاص يا جماعة وندي يعني وقت كده فسحة من المجال الدنيا تهدى ودينا بنعمل مفاوضات مع مصر ومع قطر وشغلين ونعمل مفاوضات في هدوء والقتل يتوقف وبالتالي انه يبدأ الشعب الفلسطيني يتحرك حتى داخل خيام او حتى يقعد في بيوته المنهارة المدمرة او يقعد في ارضه وخلاص انما اللي بيعملوا الامريكان بهذا الدعم المستمر لجيش الاحتلال وللمجرم نتنياهو معناها ان الخطة الامريكية ايوه دعم اسرائيل لضرب الفلسطينيين والزهاب الى رفع وبالتالي التهجير الى مصر وانا بقول على الهوى بدل المرة مليون مفيش واحد ابدا مصر هذا الامر بالنسبة لها الرئيس اكده مليون مرة وبنأكده مليون تريليون مرة هذه الخطة لن تنجح مع مصر ولن تحدث مع مصر بمنتهى القوة وانا بقول لكم الكلام تاني سيد الرئيس عفتاء عزيزي قالوا مبكرا ومستمرين ونفضل نقوله ونكرره والله والله انا عايزك بس بالراحة كتا بالراحة خلي الموضوع يبقى فيه تركيز الامريكان لو مش عايزين شعب الفلسطيني ده يفضل في اراضيه او لو عايزين يفضل في اراضيه كانوا النهاردة ما استخدمش حق النقط